يا شركاء الوطني، يا نقابات الوطني، يا نُخبة الوطني، يا إعلام الوطني، يا نُخب الجزائر، يا أجيالنا الجديدة لقد حان الوقت بالنسبة لنا جميعًا كي ندرك أن المخاطر جمَّة والتحولات الكثيرة الحاصلة اليوم في العالم وفي الإقليم تُوجِب علينا التعاون والتضامن حتى تكون جبهتنا الداخلية مصلبة ونسيجنا المجتمعي متماسك وتُوجِب علينا التفاهم والتنازل لبعضنا البعض حتى تكون مؤسساتنا منسجمة ومتناغمة وتُوجِب علينا قبل ذلك وبعده تحمل وتقاسم الأعباء لبناء الجزائر الجديدة ليس مننا من يُريد، ليس مننا من يبحث عن المغانم وعن المصالح ولا يتحمل معنا الأعباء نحن مستعدون ونعلنها أمامكم بأننا جاهزون لبناء مستقبل الجزائر أولًا بتحمل الأعباء والمخاطر قبل المناصب أيها الإخوة الأعزاء، وتُوجِب علينا التخندُق مع شعبنا حتى يكون قرارنا سيدًا وتُوجِب علينا أن نكون داعمين للمناسيتنا لتكون ناشطًا وفاعلة مؤثرة ولتكون نُخَبُنا يَاقِظةً ومُجَنَّدًا تصنع الأفكار وتقود المُبادرات ولتكون أحزابنا متصدِّرة للدفاع عن الدولة ومؤسساتها تتنافس في خدمة الشعب والمواطنين وليكون اقتصادنا منتجًا متنوِّعًا وغذاءنا مُؤمَّنًا وأن يكون قبل ذلك وبعده حبُّنا لبعض البعض صادقًا ومتينًا أحبَّتي أساتذتي إخواني قادة الأحزاب والجمعيات والنقابات أطرح أمام كريم فضلكم مُبادرةً لا نريد أن نتبنَّاها ولا نريد أن نُصيغ أفكارها ولا نريد أن تُنسَبَ لحركة البناء الوطني إنما بوعينا وبي يقين وعيكم أطرح أمامكم مُبادرةً لأن لا تتحوَّل دولتنا إلى ساحة فوضى خاصةً بعد الارتدادات السلبية التي سوف تعمَّ مصر وليبيا والإقليم والخليج مما يحدُث في السودان الشقيق ولا يمكن للأجنبي أن يخلق لدينا فوضى إلا إذا وجد الخائن منا وحاش أن يوجد بين هذه الطبقة وبهاته النُخبة أطرحوا أمامكم مُبادرةً سمَّوها كما تشاءون مُبادرةُ لمِّ الشملي مُبادرةُ التلاحمِ أمام مخاطرِ السيادة مُبادرةُ تأمين جبهتنا الداخلية السيادة الصلبة مُبادرةُ المواطنة الفاعلة من أجل مجتمعٍ متماسك مُبادرةُ المسؤولية السياسية في التحوُّل الديموقراطي مُبادرةُ الوفاء للذاكرة وتأمين المستقبل مُبادرةُ الذاكرة والمستقبل مُبادرةُ الإعمار الوطني مُبادرةُ الإعمار السياسية مُبادرةُ إسعاد الوطني مُبادرةُ لاحمُ تلاحمُ الشعب والنُخبة الوطنية مع مُؤسَّسات دوليتها سمُوها كما تشاءون المهم أن نجتمع وأنتم مدعوون عندنا أو بأي مكان لأي حزم من إحزاب إخواننا أن نجتمع كنُخبةٍ وطنية واليوم يحضرُ معنا العاشارات من رؤساء النقابات والأحزاب والنُخَب للبحث في تأمين وأن لا تتحوُّل ساحةُنا الجزائرية إلى حالةُ فوضى ترجمة نانسي قنقر